اخيراً سقط زعيم ومؤسس عصابة غسل الأموال بعد اعتقاله في مطار مدريد قواعد النظام المالي سمحت لهذه العصابة بتورط في صفقات مالية غير مشروعة من خلال استبدال أموال حقيقية بعملات إلكترونية وتحويلها عبر الإنترنت بواسطة بنك الدفع الإلكتروني لبراتي ريزيرف وذلك دون أسماء ودون رقبة مع الاكتفاء بعنوان بريد إلكتروني وعن طريقه يتم تحويل المال لطرف آخر يقوم بسحبه أسس هذا النظام لتسطر على صفقات الإجرامية حسب ما ذكر للدعاء في نيويورك نظام الدفع الإلكتروني لبراتي ريزيرف التأسس لجذب المجرمين ودعم التحولات الإجرامية عن طريق الإنترنت من أجل كسر القوانين وارتكاب الجرائم والتسطر على جرائم كبيرة منها احتيال بطاقات الإتمان والصور الجنسية للأطفال وتجارة المخادرات عدد عملاء هذا النظام البنكي عبر الإنترنت بلغ مليون مستخدم من أنحاء العالم مئتا ألف منهم في الولايات المتحدة وذكرت سلطات الأمريكية أن جميع صفقات كانت لها خلفية إجرامية ولذا تم إغلاق الموقع على الإنترنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر